بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وحتل الله وبركاته ان هردب ازلاء مع طريقة عمل الشكل الجميل ده جال على استثارات كتير فحبيت اعمل الفيديو ده ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله تابع مع الشرح اول حاجة هنحتاج الخلفية دي ونحطها خلفية لسطح المكتب تاني حاجة هنحتاج البرنامج ده بنستطبعه عادي بعد كده بتدوس على فنش بنخفي الحاجات دي وبنختار تالت حاجة هنحتاج الاضافة دي هتلاقوا رابط الاضافة اصل الفيديو ان شاء الله بندس على داونلود بعد كده نفتح الاضافة اتأكد انك تشيل العلامة الصح من هنا وبندس على انستول نفتح البرنامج من تحت عند الاختصارات بنجي على اول واحدة بننزل على سيستم سي بيو وبندس على لود رام وندس على لود نقفلها وننزل على نيجي على اول واحدة وندس على لود نفتحها وننزل على ونختار لود نيجي على لود وزر اخر واحدة وندس على لود نبدأ بقى نعدل على الحاجات دي كليك يمين وبنختار نيجي على اول واحدة بنخليها باللون الابيض ننزل لتالت واحدة نيجي على سي بيو سايز بتخليها خمستاشر روح ناخده بالشكل ده بعد كده تيجي على خليها خمستاشر بعد كده نيجي على طايم نيجي على اول واحدة نخليها مية خمسة وتسعين ليه الساعة الكبيرة دي ونخلي النمط بتاعها نن اعطيها في النص بعد كده نيجي على نتخليها تلاتتاشر نيجي على اخر حاجة خالص نيجي على ونخليها مية وستين اضطها اينا بعد كده الوزر هتفتح المتصفح بتاعك هتكتب في البحث وزر دوت كوم بتكتب انا اسم مدينتك او محافزتك انا من الكاهرة كايرو ايجيب هتاخد من بعد علامة الاسلاج دي لحد قبل النقطتين كليك يمين كوبي ونحطها اينا لصق وبتقفل اينا وتحطها اينا في النص لو انت وصلت لحد هنا انا بشكرك جدا جدا ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وعايز ان نوصل الفيديو ده 100 لايك ان شاء الله انا عارف ان انتو قدها وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد باذن الله دي سلسلة جديدة عالقناة عشان تقدر تخلص سطح المكتب بتاع الجميل وحلو ان شاء الله في فيديوهات كتير خرافية هتعجبكم باذن الله ولو عندك شرح محتاجه اكتبولي في تعليق وان شاء الله عملولك وارب يكون الفيديو ده عجبكم كان معكم خد مصطفى من قناة سيمولف والسلام عليكم واحد الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة